أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين. خلوني أرى أحب دفي في هذه الفقرة النجم الكبير. كابتن أسامى عربي زي كابتن أسامى. أهلاً وسهلاً. هارد لك النهارد. أه الحمد لله. شفت المباراة إزاي طبعاً؟ أه هارد لك طبعاً مبدئياً لجمهار النادي الأهلي واللعبين والجهاز. وكل الناس أكيد كان عندها أمل. لكن ما فيه شك قبل ما أقول شفت المباراة إزاي. ما فيه شك أن النقص العددي اللي حاصل زي الشناوي. أشعرف ليه الناس بتاخدش والاها المضادة؟ لأ لأ إزاي. أه الله لأ يعني في ناس يعني طبعاً. أه الناس أصدق الأهلي أكسبه خلاص طبعاً طبعاً. لكن 14 لعب كتير. طبعاً طبعاً. يعني ست لعبين جموا في الباقي يعني كتير. تضبوط ولأ وفي ناس مؤثرة قوي. يعني عندك الشناوي وعندك محمد عبد المنعم لم يلعب أكرم. السلية وهو فاي السلية يعني وهو مش تعبان حتى النهاردة الناس اللي لعبت من الناس اللي جات من المنتخب أكيد فيه تعب يعني. مش ممكن لعبه 3-4 ماتشاط و4-120 دقيقة موضوع مرهق يعني. فكل دي فيها ظروف فالحق يعني كان ممكن متوقع النادي الأهلي حتى من المباراة السابقة كان ممكن يخرج يعني كانت الاحتمالية موجودة فهي حصلت النهاردة فهرد لك وان شاء الله المركز الثالث والرابع أي أن كان من الفرق للعبع تكون البرونزية من نصيب نهاردة. بالنسبة للمباراة النهاردة أنا يمكن في البداية مع مستر مسماني في جزء ومختلف في جزء. معها في أن إحنا باللعب في فرقة بالميرس بالنقص العدد دوت بالتعب في بعض اللعيبة الدوليين لازم تقفل مساحات الملعب. دي طبيعية لأنه ما تقدرش تقعد تضغط من البداية وتجريهم في اللعب وهم يعني أنت عندك نقص وعندك تعب في بعض اللعبين. لكن هي الفكرة كلها أنك أنت عملت الجزء من كرة القدم لأنه كرة القدم دفاع ووجوم. أنت كنت مركز كويس جدا في الدفاع واقف مظبوط ويعني رغم أن فرقة بالميرس كانت ضغط عليك جامد جدا. وهم اللي كانوا الأقرب في الشوت الأولاني أن يسجلوا صحيح معلندهمش فرص خطيرة زي ما أنت تقريبا أن الشوت الأولاني ما عندكش ولا فرصة. هما باستثناء الفرصة لإستغلوها الهدف الجنة الأولاني يعني في ديئة 3840. بس الإحساس وإنت قاعد بتتفرج أنه هما الأقرب لأنه هما كانوا حطينك تحت ضغط على طول. هو عارف كابتن أنه وجهة نوزري اللي وصل الإحساس ده من أننا ما روحناش للجوم. معا ما هو هذا اللي بقولك. ليش إنه إحنا لأنه هما كانوا رأول بس هما كانوا مسكين الكرة في نص ملعب أكتر يمكن. آآ يعني أنت وحنا بقولك إحساسك كل ده طبعا للناس كلها. الشكل ماشي ما فيش فرص خطيرة هنا ولا هنا باستثناء هما الفرصة اللي جابوها دي بس هما محاولاتهم في نص ملعبنا ضغطينك بيحاولوا يغلطوا طول قلوب الدفاع بتاعتك قلوب الدفاع البكات أكتر من كورنر يعني في شكل إنه ممكن يحصل خطأ ما هو كرة القدم لعبة أخطاء طبعا يعني أنت طول ما أنت تحت ضغط وبتلقلش نفسك للناحية الهجومية عشان تهديد الفرق الأخرى فأنت توقع الخطأ في أي وقت سواء حتى لو ما حصلش خطأ ممكن مهارة لاعب. النهاردة حصل خطأ في الجنين لكن أنا بتكلم حتى لو هي مهارة لعب بس يعني اللعبة وقفة مصبوط وكل حاجة واحد لعب جامد قوي مثلا رأس شغاط كرة عرضية سبق فيها بسنة أو بحطة صغيرة المهاجم المدافع وحطها ده بيحصل. لكن الشغط الأولاني السلبية اللي كانت موجودة في حاجتين أولا نحن بنعب ثلاثة أربعة ثلاثة طالما بتلعب ثلاثة أربعة ثلاثة وبالشكل الدفاعي اللي أقرب لخمسة أربعة واحد أنا أسمعتكم مع أستاذ أحمد ثابت والحنفي والحنفي اتكلموا فيها كويس قوي يبقى مجد أفشا ما يبقاش هو التالت اللي ناحية الشمال ليه لأنك أنت بتبقى في تلت ملعبك يا إسلام يعني كمان مش في النص انت بتوصل لك مقفل على الثمنتاشر مثلا بعشرين يارضة يعني انت في مسافة سبعين يارضة قدام دي بتحتاج في التحول للهجوم سرعات كبيرة جدا لأن كل الفرقة التانية بتبقى مندفعة انت عايز تستغل السرعات فمجد أفشا كونه ان هو في الطرف هو مش مستريع فيها ثانيا لو انت انت اللي بتشكل ده بس انت بتضغط من قدام قوي هيبقى هو قريب من الثمنتاشر طب وكن يخش الجوة أيوة يخش الجوة بتاع لكن لما تكون انت في التلت الأخير بتاعك السرعات في كذا كورا ما بيلحقش ما بيلحقش فعلا يتقدم من مثلا من على خط الثمنتاشر بتاعنا أو بعد الثمنتاشر بعشر يارضة لغاية الثمنتاشر التاني دي ممكن يعملها احمد عبدالقادر دي ممكن يعملها محمد شريف دي ممكن يعملها طاهر عندهم القدرات في السبرينتات عندهم سرعة انتقال كبيرة فمجدي دي كانت منقصنا في الحتة دي شوي وحسن الشحات مكنش في حالة جيدة وطاهر يعني محتوط لوحده جوة الثمنتاشر وكمان بيتحرك للأطراف كتير قوي يعني انت فيه صور كتير قوي الشوت الأولاني لما تشوفها في الماتش تلاقي طاهر على الجنب وما فيش حد في مساحة المدافعين بتاع فرقة بالميرس مرتاحين جدا وماكدي بعيد ما فيه زيادة عددية وحاولات طفيفة جدا اللي كان ينقصنا كابتل في الحتة دي تحول من الدفاع لكن كواقفات الشوت الأولاني في نسبة كبيرة من الماتش كانت جيدة ولكن وقعت في خطأ ساذج جدا اللي هو الهدف الأولاني خطأ مركب يعني من أكتر من لاعد أولا خطأ من هانف التمريرة بس دي بتحصل هي المشكلة ان كنت كنت في موقف هجومي فالناس المدافعين التلاتة لهم قلب الدفاع مش متنظمين قادر اشتركوا في القناة